مساء الجمال الجزء التاني تحليل مطش برشلونة ونابولي المطش المفاجأة معلش انا عملتوا على جزئين التحليل لان الوقت كان هيطول شوية مش عايزك تحس بملل فعملت جزء اول واعملت جزء تاني هينزل دلوقتي على طول واتبعونا واشترك في القناة وفعل الجرس فاعمل لاك للفيديو. اللي هو صاحب الفوز بالهدف اللي افتتاح بتاعه واده ثقة للعيبة شفتوا لما اللي جنونت ده جاب الهدف بدماغه شفتوا ميسي نط عليه ازاي نطلة ميسي والحضن ده يعني يا اخي فوقتنا يا اخي ديتنا الثقة يا اخي هتخليينها نلعب الدقيقة اللي جاي دي بثقة برشلونة وكبريق برشلونة شفوا الهدف المساك لما طلع جاب كرة بدماغه خلى الحضاشر لعب يتغيره في الملعب ميسي تقلق وخد الثقة والدنيا كلها خدت الثقة خلي بالكم ميسي النهاردة بلعب ناقص واحد ونص يعني لو هتقول النهاردة برشلونة بلعب كم لعب اقولك بلعب بتسعة لعيبة ونص النص ده يعني شوية وشوية وعايز اقول انه هو اسوأ لاعب بالكارت اللي خده يعني انت يا عم فرقتك عد غنمك يا بوحى يا دوبك مالكش انت بديل وغرسما ده عمال يلعب ووحش جدا وعمال يلعب لان ماليش بديل يعني يا اخي وانت طالع تاخد كارت كده ده اسوأ لاعب بس يعني ما عارفش هو بيفكر فيها ما عارفش عايز ايه رأي صايف بادري ما تعرفش طيب نص مستوى وغرسما مش موجود هقولك على حاجة دلوقتي هتستغربون هتقول علي ان انا الجن انت خدوا بالكم الجملة دي بجد هتقول علي ان انا الجن انت برشلونة ماشي هنقول برشلونة النهاردة بلعب ناقص واحد من اول دقيقة اللي هو مين حج غرسما تمام نتكلم بقى على غرسما النهاردة هو احسن مطشاته هتقول علي مجنون صح يعني النهاردة برشلونة كسب نابولي تلاتة وهم بلعبوا ناقص واحد اللي هو غرسما ولما تجي بقى تتكلم على غرسما طول الموسم هقولك المطش ده احسن مطشاته ياه اقصده بالجملة دي اللي بيسمعني دولة تقول يا نهارس هو كان وحش كده ده النهاردة زي الزفت هو فيه اوحش اه والله فيه اوحش من كده ده كان بيلعب مع الفرقة التانية مكانش بيتحرك النهاردة كل تلاتين ديها بيمسك له كرة ويحفظ عليه بس يعني شفناه شوية لكن هو برضو برشلونة ناقص واحد مش عايزة طول بس انا بدخل في موضوع مهمة عشان تحسوا قد ايه برشلونة السلاسي وسط الملعب سوارس ورسما مش مش فيقين وضيعين خلاص سوارس شوية احسن من المستوىات اللي قبل كده لكن دليل ان وسط الملعب لما يبقى فايق وسود تكسب اي مطش تقيل اي مطش تقيل تكسبه لانك هو ده اللي بيسيطر على المطش وده اللي بيخلي الفرقة التانية ما تلعبش لعبها التلاتة الملعب بينقضوا ويقطعوا سرخوا ريبرتو ما بيغلطش دي يونج ده ما بيغلطش ركتتش من نجوم المطش ما بيغلطش ومسيطين بقى وراهم مين باكيه وآآ الينجلت اللي احرز الهدف ليه ما بتجيش واحد ضد واحد لأ كل الكوارة عالية فبيطلع يردها بدماغه حتى كيخون اللي هو كيخون اللي هو نجم نابولي ما شفته السنة اللي فاتت ولا قبلها كان اللعب فظيع النهاردة مش موجود اصلا فرقة نابولي مش هي فرقة نابولي لان انت خدت من نابولي الشخصية بتاعتها فرقة الكورة التحرقات كلهم عفريد كلهم عفريد انسيني انسيني اللي هو اللعيب الاحرز الهدف اللي بتحرك على طول ده الاحرز الهدف من ضربة جزاء كان الاربعة اللي قدام كلهم كده كان الاربعة بتاع نابولي عفريد كده شياطين ما فيش مدفعين يقدروا يمسكوه ممطش لما لعبوا لفربول السنة اللي خد فيها لفربول لما لعبوهم في المجموعات السنة اللي خد فيها لفربول بطولة والله اطعوا لفربول وصلوا لجون بتاع مية مرة وفي الاخر في الوقت ده راح بكسبوا اللي فربول واحد سفر بهدف اللي هو بعد كده اللي فربول خد البطولة عشان تعرف قد ان دي فرق كانت قوية زي برشلونا كده من اسبوعين تلاتة كانت تايهة النهاردة فيه تنظيم غير طبيعي والياقة بدنية غير طبيعي فيه توازن وفيه سيطرة اه فيه فيه عجبني او من ميسي دحك ندحك ميسي في اخر تلات دقايق خلي بالك لو نابلي خطف هدف تلاتة اتنين المطشي القهرب ممكن ياخده ضربة جزاء في الوقت الضايع ممكن كورة عالية اي حاجة واحد يطلع بدماغه يجيب جون تلاتة تلاتة برشلونا اللي عاملوا النهاردة ده كله يروح تخيلوا ايه اللي عجبني بقى من ميسي في كورة فاضل تلات دقايق كده فضغط عليه ضغط عليه ناحية الكورنان فارجع يعني ضغط عليه فضل يرجع يرجع راح ضغطوا عليه خدوها منه جري الولد الولد داخل لغاية سيكس يارضة هجمه في نطع الخطور فشطها الولد جات في العرضة وطلعت دربة مربع اي لعب في العالم مع اي فرقة اي لعب مع اي فرقة بعد ما يضغطوا على ميسي وتتقطع منه عمل غلطة فضيحة يعني مفروض بقى يعمل لهم ازاي انا ااسف انا ااسف انا كده يعني مفروض يعني انا توقعت هيعمل كده ميسي اللي ده حاكني بقى كبرياء ميسي ولا هكنو هعمل حاجة تلعت اوت جري وكمل على قدام عايزي قولي يعني اللي عيبت برشلونا انا مش هاعتذر اعتذر ايه ده لحم اكتفكو من خيري لا ده دليل عالكبرياء لاعب في نقطة تانية لميسي الشلوط اللي خده من كل بالي دربة الجزاء اللي خلصت المطش الشلوط ده لو خده لاعب مش زي ميسي ما بيحفظ على نفسه على صحته يبطل فيها كورة دي مالها دي ومال التحافظ على نفسك ايوة ميسي اللي فيه النهاردة الناس انا منبهر باداء ميسي النهاردة بعد العمر ده كله ميسي وبعد الحاجات اللي خدتها من الكورة دي كلها ايوة هو خد حاجات كتيرة من الكورة لكن بيهد الكورة بيكتهد بيحافظ على صحته بيحافظ على قوته لو ما عندوش قوة في السمانة طبعا الربين هو اللي بصر لكن لو ما عندوش قوة وعضلات واقف على رجل صدقوني والله الكورة دي لو لعيب خلصان لعيب بيصهر لعيب بيمشي ماشي مش كويس وحط رجله كده وعمل كله بالي ده كله بالي ده رجلي مدفع يعني انا متقالي يعني مضرب هوكي مش رجلين دق اداله شلوط دي جاء والله انا بكلامكو جد ده دليل قدي ان ميسي ده حاجة واربعين حاجة وخمسين هتلاقيه هو ميسي محافظ على نفسه محافظ على صحته عشان كده الكورة بتديله جمد قوي عشان هو بيديها النهاردة الاخر الاخر ديها بيطاط وعايز يقطع الكورة ويجيب الرابع هو ده لعيب الكورة اللي يفرح انا طولت عليكم افضل لعب في المباراة هستأذب ميسي كده ايه وخليها على جنب دايما انا احب لما اقول افضل لعب في المباراة انا النهاردة طبيعة اقول ميسي ما هو افضل لعب في المباراة فعلا يعني بس ايه الجديد هنستأذن ميسي زي في ريال مدريد في ماتشاط ريال مدريد كلها اقول ايه السأذن بس زينة دي بنزيمة هنستأذن بنزيمة كده واختار واحد كان متقلق النهاردة لان هو اصلا وانت مغمد لازم تقول بنزيمة هو لا هو اللي جبلهم الدوري لكن لو قلت بنزيمة ما كل الناس عارف النهاردة ميسي هو افضل نجم المباراة بس انا عايز اقول حاجة جديدة ندي فرص لنزيمة عجبني سلوسة وسط الملحب قوي الشود التاني اللي كان منور اولي ديونج الهولندي ويالي راكيتش ووري سيرخو ريبردو تلاتة دول كانوا عاجبيني جدا واللي كان مفاجئة في الاداء اللي جاب الهدف مش عشان جاب الهدف كمان برضو لازم اتأذن بكيه لما اقول على لينجرد عجبني لان بكيه بصراحة بصمة لكن انا بتكلم على واحد فاجئني بالمستوى رائع والهدف اللي جابه هو اللي وصل برشلونة الاسوأ انا كنت هقول وكاتبها بصراحة كنت هقول سوارس اللي هو هو خارج عمال يغلس على الحكم بالمناسبة الحكم توركي بس ما ليش دعوه بقول على الحكم اللي في الملعب بتاع النهاردة هو توركي بس حكم رائع مع العجبني جدا الحكم الاسوأ مفروض اقول بقى سورس بالسنة يعني ايه هو مبتهد برضو زي الاسد ومتعب وبتاع فبس هو الحركة اللي عمالها دي ان ياخد انذار يا عمي انت عددكو مفيش انتو مفيش لعيبة ده حتى برش ميسي بعد ما خسروا ده قالك احنا ما عندلاش لعيبة احنا مفروض يجيبوا لعيبة فانت عم سورس ما عندكو ما عندكوش حد تاخد انذار ليه ما المطش اللي جاء لو خدت انذار مش هتلعب بعدك الله اعلم يعني هو كان في دماغي لكن اسوأ واحد في المباراة هو نابولي كل حاجة كل حاجة بقى لعيبة كلها الجهاز الفني كله هم الاسوأ ليه مش هما دي نابولي اللي احنا نعرفها انا شفت نابولي في موسمين ورا بعد زي ما قولتلكم شفتهم مش مطشة ما ممكن يبقى متقلقين في مطشة انا شفتهم اربع مطشات مع ليفربول علقة ادوا ليفربول كورة علقة مهارات ايه ما فيش واحد ما عندوش مهارة النهاردة ما شفتش لعيب في نص الملعب في نابولي لعيب كورة انا كنت بستمتع فيه اتنين تلاتة كفرانس الملعب متعة